ونقول بالتأكيد بالحب وبالتضحية وبالتعاون فيما بينكم بالتأكيد راح تستمر وبإذن الله العلاقة الزوجية بنجاح استمروا معنا عزاء المشاهدين ومع فقرة جمالكي ما تستغنين عنها ايته الانثة خلوا نشوف معاكم معاير الجمال في حلقة اليكي لهذا اليوم شوفوها معنا مشاهدين راح أكون معاكم ان شاء الله اليوم في فقرة جمالك هالفقرة راح نتكلم فيها عن طرق طبيعية وبسيطة وسهلة شلون نسوي ماسكات حق الجلد حق البشرة والشعر الماسكات الطبيعية لها عدة فوايد اما تكون ماسكات ترطيبية ترطب البشرة الجافة او تكون ماسكات للبشرة الدهنية تسحب منها السموم والدهون الزايدة او قد تكون ماسكات لإعطاء نظارة ورونق للبشرة او قد تكون هذه الماسكات لإزالة البقع والتصبغات الجلدية ماسكنا اليوم راح يتكون من مكون واحد فقط وهو الصبار الصبار معروف منذ القدم والعصور القديمة حتى الفراعينة كانوا يستخدمونه بالأخص نفرتيتي وكلو بترا في عدة خرافات او اساطير عنهم منهم كانوا يستخدمون الصبار لعلاج المشاكل الجلدية اللي يعانون منها وايضا كان كعلاج تجميلي الصبار في 200 مادة فعالة منها انزيمات وفيتامينات اضغط بالبشرة وتفيدها الصبار شافت الدراسات انه مقارنة فيه بالأدوية او الكريمات اللي تستخدم لعلاج الحروق وهو فعال بدرجة كبيرة خصوصا للحروق من الدرجة الاولى والثانية عشان تستخدمين ماسك الصبار اتأكدي من ان الصبارة فيها جل كافي كمية كافية من الجل ودائما الصبار لازم يكون موجود بكل بيت لانه لا سمح الله صار عندك حرق بالمطبخ ممكن تاخذين جل الصبار وتستخدمينه لعلاج الحروق والالتهابات الجلدية الحين رح علمكم طريقة استخلاص جل الصبار تاخذين الصبارة وتقطعينها بالطول بعدها نحاول نطلع المادة الهلامية اللي موجودة داخل الصبار هالطريقة هذه المادة رح تحتاج انه احنا بالخلاط نفرمها او نخلطها بالخلاط عشان تتحول لنا الى سائل الحين ممكن نستخدم الصبار بهالطريقة بس صعب نستخدمها كماسك فنخلطها بالخلاط بعد ما نخلطها رح تطلع عندنا مادة تقريبا لزجة شبح سائلة نحطها على البشرة بهالطريقة تنحط لمدة 10 دقائق الى 20 دقيقة مرتين ثلاثة اسبوعيا وايضا تنفع في حالات بعد عملية او بعد الليزر او بعد الحروق او لعلاج الالتهابات الجلدية خليكم معنا ان شاء الله في فقرة ياية من جمالك رح نتكلم عن ماسك ثاني حق البشرة والشعر موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة